تعالوا حضراتكم نتكلم في بعض النقاط الهمة في الباب الرابع الباب الرابع ده كثيرتنا المحترمين ظريف وجميل أوي عاوز حضراتكم تفهموا الجزء الأولاني اللي هو تباني الظروف البيئية والنتائج موجودة بالنص كذلك الجزء الخاص بالعصر الكربوني وإيه الخصائص بتاعته والكلام ده موجودة في كتاب المفاهيم فما تتعبش نفسك فيها إقراها وأعرف مكانها في كتاب المفاهيم ده أبو بعدين أنا هميني بقى الحاجات المهمة أن عندي توازن أيزوستاتيكي للعالم اسمه إيري عمينا إيري بيقول يا جماعة أن الجبال تتكون من عناصر خفيفة كسفتها كان 2.8 جرام لكل سنتيمتر مكعة بربو عليك ما الكسفة بتزيد في اتجاه اللوب عمينا إيري بيقول لي أن لما الجبل يتفتت الجبل عموما له جزور في باطن الأرض أربع أمثال ارتفاع يعني أكبر جبل عندي جبل إفرس 8.840 متر الجزور بتاعته تصل إلى 35 كيلو متر أربع أمثال ارتفاع اللي اتنين على بعض اللي هي قمة الجبل إلى أكبر عمق في جزوره يطلع 44 كيلو طب يعني لو جالي أي سؤال أقول له حضرتك أنا عندي خمس أجزاء اتنين واحد منهم ليه الجبل واربعة تحت يعني لو قال لي عشرة من القمة لأكبر عمق في الجزور أقول له يبقى اتنين جبل وتمانية في الجزور وهكذا الجبل لما يتفتت الفتاة حيتنقل حيترصب في منطقة أخرى حيزيد الضغط حيضغط على المجمع على الصخور اللي هي في الجوفية زي مين الجرانيت أنا سامع واحد يقول ليه انت بتقول مش معنى زي الجرانيت هقول له انت لسه قيل دلوقتي انه أكبر عمق في الجبال كام يا دكتورنا 35 كيلو طب 35 كيلو متر دول بتوع مين قال لي القصر القرية اللي سمكة يصل إلى كام 60 كيلو متر اللي طب عيتها صخور ايه جرانيتية عشان كده أنا بقول انه حيضغط على الصخور الجرانيتية طب غنية بايه قال لي غنية بعناصر اللي فيها البوتاسيوم والصوديوم مش كده ده كتلتنا وفيها معادن زي مين يا دكتور فيها كوارتز وفيها فلس بار وفيها مايكا قال لي العناصر دي هتبدأ تتنقل إلى قاع أو جزور الجبال وترفعها بمقدار ما تم تفتيته فيعود لاتزان وبالتالي مناطق التوازن العيزوستاتيكي من المتوقع أنا أجد فيها زلازل وبراكين وعشان كده دكتورنا المحترم لا يزال أو لا تزول الجبال بالرغم من عمليات التعريع وعشان كده ابننا المحترم إحنا عندنا نهر النيل في مصر بيجيب لنا رواسب مئة مليون طن قبل بناء السد العالي الرواسب دي سدت خمس فروع من أفرع نهر النيل كان سبعة لم يتبقى إلا دميات ورشيد ولولا السد العالي لن سدت دميات ورشيد وزارت فروع أخرى كمان حضراتكو إقوعة تنسى إنه يجي يقول لحضرتك إن المجمة هتبدأ تتحرك من إين يا فندم؟ من الدلتة والسهول المنبسطة عشان تعود النقص في هضبة الحبشة والجبال والمحيطة بي لكن أنا سامع دكتورنا المحترم بيقول لي خد بالك ده كمان في التوازن الأيزوستاتيكي ده بينشأ عندنا حاجات كبيرة كمان عندي كمان نوع الحركات عندي حركات رافعة وحركات خافضة حركات رافعة وحركات خافضة أمثلتها سهلة موجودة بالنص عندي في كتاب المفاهم لكن تعالوا بقى نتكلم في حتة مهمة جدا اللي هو يقول لي إن في عندي نوعين من الحركات حركات بنية للقراط وحركات بنية للجبال أنا مش عاوز أحفظ حركات بنية للقراط ده حركات بطيئة لا يوجد فيها طي ولا خسف عنيف زي مين؟ الأخدود العظيم لنهر وكل وراده بأمريكا حركات بنية للجبال فيها تشوه للسخور ويتكون فوارق زاتم يول قليل برافع عليك فالاخدسر ممتاز يعني فيها تشوه فيها أغوار زي مين؟ جبل القلب وأطلس قول اللي انت عاوزه كله والهملايا وغيره طيب يجي يقول لي طيب الحركات البنية للجبال دي بتعمل لي إيه؟ قال لي أيوة لما بيحصل انسناء أثناء تكوين حركات البنية للجبال هتتكون أغوار تطلع منها المجمة المجمة لو بردت داخل الجبل تدين سخور نارية تحت سطحية لو بردت على السطح تدين سخور نارية بركانية أو سطحية مفيش جوفية هو عتنسى مفيش جوفية لو أقل في الاختيارات طيب نرجع تاني يقول لي أنا عندي أول نظرية حتفصلي الكلام ده الحركات الأرضية نظرية ألفريد فيجنر والله خدتوها في تالتة عدادي في الترمي التاني أول درس في التراصات الاجتماعية بس إنتوا نسيين طبعا عمينا فيجنر بيقول إي يا جماعة أنا والله يا جماعة لقيت إن السعر الغربي لأوروبا وإفريقيا إيش بيستعر الشرقي لأمريكاتين حاجة زي البازل كده ولقيت شابه في البقاء النباتية والحيوانية قلت يبقى الأرض كان كتلة واحدة وانفصلت طب يعني إيه عمي فيجنر قال لي والله الأرض عبارة عن سيال وصيما أنا هسميها في الأول خالص بنجيا اللي هي أم القرات أو كل قرات بدأت تنفصل إمتى من 220 مليون سنة طب ممكن أضحك عليك في السؤال وأقول لك قرات إفريقيا في العصر الكربوني كانت تتبع واختار بنجيا ولا جندوانا ولا لوراسيا ولا الكلام ده كل قلت دي عمي ما يقاتش تنفصل كانت لسه ما نفصلتش ده انفصلت من 220 يعني حقبة الحياة المتوسطة يبقى معنى الكلام ده كانت تبعي يا دكتور برابو عليكم بنجيا من جندوانا عمينا فجرة بيقول والله الحرارة هتطلع من الصيمة يعني القشرة المحطية في اتجاه السيال فيتجعد السيالي يكرمش أنا لو عندي كيس بلاستيك وسخانتها عن تحته بالراحة كده هيكرمش وبعدين يطقتها مكان القطع هيبقى مليان كرمشة يبقى تتكون سلاسل الجبال عند حواف القرار ويختلف التدريس أي واحد يقول نظرية يجيب لي ما يسبق عمينا فيجنر قال لي أنا عندي خمس حاجات قال فريد فيجنر قال لي ايه هما المعنصية القديمة برابو عليك وانت بتذاكر كده تكتب عليها المعنصية القديمة ايه المعنصية القديمة؟ قال لي والله احنا لقينا اني الصخور اللي فيها خواص المعنصية اللي طلع من المجمة اللي غنيها بقى كسيد الحديد لما عند قط الاستواء يحصل لها حاجة جميلة قول اللي هي ايه يا فندم؟ قال لي هتبرد عند قط الاستواء ولما تبرد عند قط الاستواء لقينا اني زاوية الانحراف صفر جميل طيب والصخور اللي موجودة عند القط زاوية الانحراف تسعين طيب انا لو لقيت صخور زاوية الانحراف في عشرين عند القط يبقى حصل زحزاها قرية طيب بص بقى معايا لان دي هتجينا زيها ان شاء الله في الامتعان انا اول ما هتطلع المجمة هتطلع من حت اسمها اغوار مش كده فندم طلع من حت اسمها حد وسط المحيط قاسم طيب الحد وسط المحيط السخور هتطلع عالجانبين يبقى كل ما بقعد عن حد وسط المحيط تبقى السخور اقدم كل معرب تبقى الاحدث لو هتنسى يعني يجيبني شكل اشوف الشكل فين حد وسط المحيط المسافة كيفين بالنسبة للتاني والله كل ما بقعد تبقى الاقدم كل معرب تبقى الاحدث اسمي دعيضةmouthنا اسميه المعنصي القديمة طيب لو قل لي انا والله لقيت صخور فيها خواص معناطسية زاوية انحرفة ماشي يا دا كترة خمسة درجة بالقرب من خط الاستواء اقولوا دي في مكانها طب لو لقيتها خمسة بالقرب من القط يبقى زحزعة قرية طب لو لقيتها تمانين درجة بالقرب من القط ده مكانها طب لو لقيتها تمانين درجة بالقرب من خط الاستواء يبقى زحزعة قرية لان خط الاستواء صفر خدوا لكم الحتة دي مهمة 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 انا بنقولها ببساطة يعني المعنصة القديمة مناخ قديمة يعني ايه مناخ قديمة اذا كثيرا قال لي والله يعني حاجة كانت المفروض تبقى في المنطقة الدافية لقيتها في المنطقة البردة او العكس طب زي مين قال لي خد رقم واحد ايه هي الفح الفح عشان يتكون عاوز مناخ دافئ وراتب وسهول منبسطة وطربة غنية بالعناصر لازمة الغزان للنبات يبقى في منطقة دافية طب لو لقيت عصار من الفح اقصى الشمال من خط الاستوائي الحالي يبقى زحزاها قرية طب يا جماعة لو لقيت اصل الشعاب المرجانية اصل يعني حفريات من الشعاب المرجانية اقصى الشمال من خط الاستوائي الحالي زحزاها قرية طب لو لقيت يا جماعة اي حاجة متبخرات قديمة اقصى الشمال من خط الاستوائي الحالي زحزاها قرية او انجراب قر ما شهد كاترتنا ده اسم المناخ القديمة في حاجة اسمها مسالك حقب الحياة القديمة المتأخرة في فرق بين كلمة تلجأ وجليد برافع عليكم في الباب التاني الجليد معدن اللي في الخطبين لأنه مادة صلبة طبعية غير عضوية ليه تركيب كيميائية محدد وشكل بلور مميز لكن التلج اللي احنا بنعمله في الفريسة فبيقول لي مسالك حقب الحياة القديمة المتأخرة العلماء وجدوا أن في قارة جندوانا اللي هي القارة العظمة الجنوبية دي اللي بتمتدي من أمليكا الجنوبية لأستراليا في نهاية حقبة الحياة القديمة المتوسطة يعني من العصر البرمي لغاية العصر التبشيري أصار لرواسب تلك قارنها باللي موجود دلوقتي الكلام ده مش موجود يبي يدول لذلك عن زحزحة القرية أو الإنجراف القرية طيب وإيه كمان حاجة اسمها الأحافير الحيوانية والنباتية يعني لو لقينا مالها فندم أصار حفريات يعني لزواحف برية اللي موجودة مثلا في شرق أمليكا الجنوبية وغرب إفريقيا هذه الزواحف لا تستطيع أن تمر عبر المحير لأنها بقول برية يعني ماهش إيه ما بتمشيش في مية طيب ده اللي اتنين متشابهين يبقى معنى كده إن العرض كانت تحتها واحدة وانفصلت حصل زحزحة قرية أو الإنجراف قرية ده مش كده وبس ده ابنين عاوز يقول لي خد بالك أيها مظبوط بقايا نباتية وأوراق نباتات أولية في معظم القرات متشابهة لذلك عزيزحة قرية أو الإنجراف قرية في حاجة أخيرة من شواهد المؤيدة الفجنة اللي هي برب عليكم اللي أكل البنائي يعني يا فندم قال لي والله لقوا حاجة زي البازل كده أصار للجبال اللي موجودة في شرق أمريكا تشبه أمريكا الجنوبية تشبه اللي موجودة في منطقة الأرجنتين بالتحديد تشبه اللي موجودة في غرب أفريقيا تشبه اللي موجودة في أسطراليا قال لي بلعد كان كتلة واحدة وانفصلت كلام بسيط لاحظ العلماء تشابه بقايا الساحل الغربي لأوروبا وإفريقيا مع الساحل الشرقي لأمريكتين يقول لي يبه هذا دليل على زحزحة القرية والإنجراف قرية خد بالك ده موجود في كتاب المفاهيم هيجيب لي كده مش ممكن لكن يجي يقول لي حضرتك مما تفسر تشابه سلاسل الجبال البحر الأحمر في كل من مصر والسعودين يقول لي والله زحزحة قرية وإنجراف قر بس طب تعال بقا نبدأ نشوف نظرية تانية النظرية التانية دي جميلة أوي بتاع وانا بمين لها أكتر بصراحة لمجموعة من العلماء زاكس وقليفر وي مايكس قالوا إيه الجماعة دول قالوا والله يا جماعة الأرض عبارة عن طبقتين سيال وصيمة سمكهم مئة كيلو متر أنا سامع وعد يقول لي لا ما طلق بطناش في الباب الأول في الجيولوجيا النظرية بتاعت الألواح التوكتونية يقولني أن القشرة القرية والمحطية متوسط من تمانية لستين لو خدتها حتى بالتفصيل القشرة القرية ستين والمحطية تمانية لاثناشر يبقى كلهم اتنين وسبعين تجاي هنا تقول لي مئة ليه هل في خطأ في الكتاب قالوا لا ما فيش خطأ أم مالعية فاندب قال لي لأن أنا باخد جسء من الأسينوسفير عشان كده بقول مئة دي ما تهمكوش قوي لكن كل أنا اللي يهمني إن الأرض ملها اللي دائمة الحركة عبر أغوار عميقة قد بالك ما تحفظي لو الطيارات لأعلى ما هجامل الأسينوسفير تعمل لي حيد وسط المحيط يعني إيه الأعلى يا مستر يعني أنا أبص للأسهم حلاقي دايرتين الأسهم لو لأعلى يبقى حيد وسط محيط لو لأسفل يبقى أغوار خلاص يا دكتور يبقى لو الأسهم لأعلى يبقى حيد وسط محيط لو لأسفل تبقى أغوار جميل فبيقول لي والله أنا عندي تفسير للكلام دا أول حاجة حركة تباعدية بين إيه يا جماعة بين لحين قريين تنشأ نتيجة قوة شد زي مين يا دكتورنا المحترم زي حصل تفتخ للقارة الإفريقية عبر أغوار عميقة وزحزحة ببط بمقدار اثنين ونص سنتي كل سنة كون لي البحر الأحمر يعني ربنا يديك تلط العمر هيجي يوم لي باسمه المحيط الأحمر يعني ما ينفعش عمل كبري على البحر الأحمر لأن بحر الأحمر بيوسع كل سنة اثنين ونص سنتي يبقى ما ينفعش على فكرة في أماكن بتوسع أكتر من كده كمان المهم اثنين ونص سنتي كل سنة بعيدا عن حيض وسط المحيط اللي هو نص البحر أو نص المحيط زي مين؟ البحر الأحمر المحيط الأطلنطي المحيط الهادي المحيط الهندي وهكذا يبسمها حركة تبعودية للوحين قريين اثنين عندي نوع تاني من الحركات اسمي يا فندي حركة تقاربية هدامة بربع عليك وانت بتذاكر اكتب عليها فيه IQ Very important kitchen أول حاجة حركة تقاربية للوحين قريين مش حاوزك تحفظ قريين خبطوا في بعض هيطلع لفوق يعمل لي جبال زي جبال الهملايا طب يا جماعة لو الحركة بين اللوحين محيطيين هينزلوا لتحت يعمل أغوار تطلع المجمة هتبرد في المية تعمل لي قوس جزر بركانية طب لو لوح محيطي أسفل لوح قري مجاور هتديني براكين تعمل لي جبال زي جبال الانديس في حركة مزلاقية تطحنية حفة لوح مع حفة لوح زي مين صدع سان أندرياس وخليج العقبة كلام بسيط ده كثرتنا المحترمين مدك الكعوس المواضية المواضية سهلة جدا طب وبعدين تعالوا نشوف آخر حاجة الزلازل يعني إيه زلزال هالذات أرضية متتالية قد تكون قوية يسعر بها الناس قد تكون قوية ضعيفة لا يسعر بها أحد أنا عاوز أوصل لحيطة معينة عاوز أهميني قوي تتذكر الموجات الزلزالية مهمة جدا وأنواع قياس الزلازل أستاذ المحترم من غير ما تحفظ المكان اللي حيحصل فيه الزلزال أسميه مركز الزلزال أو بقرة الزلزال طيب كل ما بعد هيقل تأثير الزلزال يعني مقدار الضمار عشان كده أنا بسجل الزلزال بجهاز اسمه سيزموجراف نعم مش رغطت يا حبيبي بقول بسجل يعني أنا بوزن الطماطم بإيه بالميزان لكن وحدة قياس الأوزان هي الكيلو جرام فأنا بسجل الزلازل بجهاز اسمه سيزموجراف عندي حاجتين حاجة اسمها شدت زلزال وحاجة اسمها قدر الزلزال شدت زلزال يعني مقدار الضمار اللي بيسببه الزلزال على مصدره وقع كم بيت اتهدد كم عمارة مات كم واحد يبقى ده اسمه شدت زلزال بقسم واحدة اسمها مركالي مقسمة لتناشر قسم تفاصيلها مش مطالب بيها طيب وبعدين قال لي فيه قدر الزلزال ليت مقدار الطاقة المنطلقة من زلزال مع المصدره ودي سابتة بروفعليك فعلا جات السنة اللي باتت في الامتعان يعني أنا لو قلت في مصر ان الزلزال اللي حصل في الحتة الفلانية شدته خمسة رخطة بتاع أمريكا يقولي خمسة رخطة بتاع أستوراليا يقولي خمسة رخطة لكن كل ما بععد عن مركز الزلزال مقدار الضمار حيقل يعني شدة الزلزال تقل ده كثرتنا المحترمين اوقع تنسى الموجات الزلزالية في موجات اسمها طويلة اللي هي قبل اللام قد تكون أولية أو سنوية أو كلاهما طب ما لهم دول يا مصدر قال لي أخطر أنواع تأثيرها لأنها سطحية ممكن سؤالي يجي لي يقولي القسرة تمر منها أي نوع من أنواع الموجات أقوله كله مش كده ولا إيه لكن اللوب موجات أولية مين أول واحدة توصل الأولية وبعدها السنوية وبعدها الطويلة دول أنواع الثلاث الموجات اللي عندنا في المنهج عاوز أقول لحضراتكو واتنسوا كمان إن الزلازل اللي تكاترتنا لما يقول لي شدة الزلزال أقول له تقلم كلما بعيدنا عن مركز الزلزال يعني أنا لو رسمني رسومات وعمل لي دواير أقول له والله بص يا فندم كلما بععد عن المركز لنقطة التقاء الثلاث دوائر معا يبقى هو ده هتقل شدة الزلزال كلما هقرب من مركز التقاء الثلاثة مع بعض أو المحطات مع بعضها يبقى هتزيد شدة الزلزال لكن قدر الزلزال اللي بعيسه برختر سابت أقوى من خياس قاسه رختر تسعة ونصف شيري سنة 1960 هو مكاسل وغريتمي فعشان كده احنا التفاصيله مش مطالبين بيا نلجأ بعد كده حضراتكو وتنسوا يبقى الباب الرابع كده أهم النقاط فيه انتهت